السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء في المرحلة الرابعة قسم الـ IT محاضرتنا في مادة Information Systems Security هي عن موضوع Classical Encryption Techniques ناقشنا بالمحاضرات السابقة مجموعة من Cryptographic Techniques كان أحد هذه التكنيكس هو Classical Encryption وعرفنا أنه Classical Encryption يكون Substitution Techniques or Transposition Techniques في محاضرة هذا اليوم نناقش Substitution Techniques Substitution Techniques هو التكنيك اللي يعتمد على إبدال characters or letters or samples اللي حيتم توظيفها بالPlane Text إلى Cypher Text متكون من مجموعة من characters أو letters أو samples اللي تكون مختلفة كليا عن Plane Text هذا النوع من التكنيكس يكون على نوعين المونوالفاباتيك Substitution والبولي الفاباتيك Substitution المونوالفاباتيك Substitution يعتمد على Each Character of Plane Text is replaced with a corresponding character of Cypher Text يعني لكل Plane Character حيكون أكو مقابيل Cypher Text Character في كل مرة حأخذ Character 1 تتم عملية التشفير إلى والنتيجة تكون العلاقة في هذا التكنيك هي One to One يعني كل character حتكون إلى Method أو Algorithm تحول إلى character مختلف باستخدام Key أبسط الخوارزميات واللي هي تعتبر من أمثلة المونو كريبتوغرافيك Caesar Cypher واللي نسميها Shifted Alpha Beta Caesar هي أبسط الأنواع تعتمد على عملية Shift لكل character موجود بالPlane Text بمقدار محدد واللي تم تحديده وفق Key هذا Key يكون ما بين الواحد إلى الخمسة وعشرين واللي هم مجموعة الكاركتر الموجودين باللغة طبعا تسميتها ترجع إلى Caesar القيصر الروماني الذي استخدم هذه الطريقة ووظف في وقتها Key بمقدار 3 ف الالغورثم الخاصة بالCeaser لو نريد نطبقها كمعادلة رياضية تكون بالشكل آتي C واللي تمثل Cipher Character عملية Encryption ل Plane Text راح تكون P واللي هو أول Character من Plane مضاف إلى Key Mode N بعملية Decryption سيكون عندي Cypher أطرح من عند Key Mode N حتى أرجع للOriginal أو Plane Text لاحظ أنه نفس الكي تم استخدامه بحالة Encryption والDecryption N يمثل لي Size اللي خاص بالأبجدية اللي خاصة باللغة الإنجليزية فبهالحالة قيمة N هي 26 Character لو أخذنا مثال عن كلمة Hello هذه هي Message رودنا نطبق عملية Encryption باستخدام حوارزمية Cesar هيحتاج الموظف Key وهذا Key كان بمقدار 15 بداية هيكون عندي لكل Character رقامي قابلة حتدي بالصفر 1 إلى آخر Character الذي هو Z 25 قيمته إحنا في محاضراتنا هنشتغل على Small Letter حتى نطبق Caesar Algorithm هنحول كل Character إلى صيغة الرقمية كلمة Hello تبدأ بحرف H H يقابل لرقم 7 مثل ما نلاحظ بالTable أمامنا 7 تنجمع ويا Key اللي هو مقدار 15 مواد 26 حيكون عندي 22 واللي يقابل لحرف الW وهكذا لباقي الCharacters فبالنتيجة سيكون عندي Cypher Message أو Encrypted Message هي WT AA D اللحظ اللحظ هنانا الWL بكلمة Hello أخذوا نفس الشكل من سفرناهم وهذا يرجع إلى ضعف الخوارزمية وحيتم مناقشة هذه النقطة لأنه بالحال سواء الL الأولى أو الL الثانية استخدمنا نفس Key اللي هو 15 لعملية Decrypted هنطبق نفس الخطوات لكن بطرح قيمة الكي بدل من عملية جمعها فنأخذ Cypher Text واللي هو WTAAD مقابيل الأرقام اللي تمثل كل قيمة من الكاركتر بصيغتها الرقمية أبتدي عملية الطرح من الكي ونقلنا نفس الكيتم استخدامه اللي هو 15 مود 26 هيرجع لي الأوتبوت واللي هو كلمة Hello Not To find Minus 12 مود 26 أحيانا حيكون عندي حتى أنفذ عملية المودوليشن حيكون عندي أرقام سالبة مثل ما لاحظنا بالحال الأخيرة ثلاثة من أطرح منها 15 الأوتبوت يكون عندي Minus 12 فبحالة المنص المفروض يكون عندي الجهة الثانية اللي بعد المود أكبر من القيمة اللي بالجهة الأولى فبهالحالة فبهالحالة مجرد أنه أعكس يصير عندي 26 Minus 12 ودساوي 14 لو كان الرقم اللي دي أسوي للمود أقل يحتاج أضربه في رقم حتى يكون أكبر من الجهة الثانية يعني يعني مثلا Minus 13 هذا القواعد قواعد رياضية خاصة برياضيات باقي القسمة أو Modulation Mathematic Caesar Cyber Analysis عمليات Analysis نحن نعرف الهدف من عندها حتى أعرف نقاط القوة ونقاط الضعف في أي خوارزمية تشفير فمن نسبة لخوارزمية Caesar هنأخذ اتجاهين من ناحية التحليل الاتجاه الأول هو استخدام BruteForce Crypto Analysis البروتForce مثل ما تعرفنا عليه في محاضرات سابقة هو الأتاك اللي يعتمد على عملية تجريب الكي اللي موجودة ضمن الخوارزميين حيبدي عملية estimation عملية تخمين لحد ما يوصل إلى key اتحقق لعملية الكسر للخوارزمية لو طبقنا هذا الأتاك وهي خوارزمية السيزر لحنلاحظ سهولة تطبيقه وسهولة كسر الخوارزمية المثال Eve has intercepted the cipher text واللي هو أمامنا and it rise key from 1 to 7 Eves هي Eves drop واللي هو مسترق السماء والشخص اللي حب يطفل على المعلومات حبت انه تكسر هذا cipher text عن طريق استخدام brute force ال brute force attack هتبدي تجرب مفاتيح مختلفة أخذت من 1 إلى 7 برقم 7 وصلت إلى text اللي هو not very secure رجع لها ل plain text فاللحظة table اللي أمامنا هي عملية التجريب لهذه المفاتيح لما استخدمت key 1 وجربت على cipher text رجع لهذا plain text من نقرام حيكون كلمات واضحة أو مفهومة فنستنتج أنه ما زال cipher إذن هذا هو مو الكي المناسب نتقل على key اللي بعده أيضا نطبق في كل مرة نحن نطبق على cipher يعني نطرح من كل character مقدار هذا key حتى نحاول أنه نرجع لل original نرجع لل plain text وما زال plain text غير واضح معناته هذا أيضا هو مو الكي المناسب ونستمر إلى أن نصل إلى key 7 من نطرح من كل character من هذه characters اللي موجودة بال cipher text حنوصل إلى العبارة not very secure والعبارة مقروعة ومفهومة من جهة اللغة اللي متعاملين وياها اللغة الإنجليزية فمعناها هذا الكي اللي هو تم استخدامه لهذا cipher لاحظ عدد المحاولات هي فقط 7 وتمكننا من الوصول إلى plain text فهذا يدل على ضعف خوارزمية Caesar اللي يمكن البروت فورس attack من عملية الاناليسيس بسهولة جدا فلو ردنا نحدد الأسباب بطريقة أكثر دقة حنشوف أنه ثلاث أسباب رئيسية موجودة تساعد البروت فورس crypto analysis حتى يقدر يكسر خوارزمية السيزر السبب الأول الخوارزمية معروفة للكل أنه هي عملية جمعوية الكي وعملية الدكريبتد هي عملية طرح بما أنه معروفة بإمكان الشخص يعرف تفاصيلها ويطبقها بسهولة السبب الثاني الدوماني اللي خاصة بالكي there are only 25 keys to try أنا فقط عندي الكي اللي موجود بسيزر من الواحد إلى 25 فبإمكاني وبسهولة جدا أنه أطبق الـ 25 كي وبالنتيجة أوصل إلى السيفر لأن لازم واحد منهم هو اللي تم استخدامه السبب الثالث أنه اللغة اللي مستخدمة بهذا الخوارزمية هي اللغة الإنجليزية وهي لغة معروفة ومميزة يعني هذه اللغة لما أنا مجرد صارت عندي الكلمات not very secure أستنتج أنه هذه الكلمات مفهومة ومقروعة من قبل اللي يتعاملون مع اللغة يساعد هذا الشي على كسر خوارزميات تكون بالوساطة خوارزمية السيزر هذا كان بالنسبة للبروت فورس أتاك لو أخذنا أتاك آخر اللي هو الستاتيستيكال أتاك أو تسمية الستاتيستيكال هي نفس التسمية اللي تتعلق بالكريبتو أنلايسيز أتاك اللي ناقشنا أيضا بمحاضرات سابقة واللي تعتمد على أخذ جزء من البلين تيكست أو جزء من السايفر تيكست وبعملية دراستة وتحليلة في هذا الأتاك إذ قدرت توصل إلى جزء من السايفر تيكست واللي هو واضح أمامنا هذا الأتاك يعتمد على عملية التكرار لكل كاركتر أو لترز موجود ضمن السايفر تيكست relative frequency of the letters can be determined ممكن أنه أحدد تكرار كل كاركتر حتبدي عملية عد لكل كاركتر موجود ومقدار تكراره أنه حرف الأم كم مرة تكرر حرف الآي كم مرة تكرر هذا يساعد بشنو؟ يساعد على أنه نتيجة معرفة مسبقة باللغة الإنجليزية أنه أكو مجموعة من الكاركتر يكون لها فريكونسي أعلى من كاركتر الثانية فاللحظة التيبر اللي أمامنا أنه حرف الإي من الحروف اللي كلش مكررة باللغة تكرارها هو الأعلى 12.7 بعدها يكون عندي حرفة T من ناحية التكرار هذا يكون تكرارها 9.05 وهكذا إلى نهاية الكاركتر فنتيجة حساب المكرر من الكاركتر بالسايفر تيكست توصلت إيف إلى أنه الآي هو كان أكثر تكرار بمقدار تكرار 16 يعني فعليا لو نرجع للسايفر ونبدأ نعد تكرار الآي اللي موجود عندي هلاحظ أنه تكرر ل16 مرة بعده حرف 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 لباقي الكاركتر بمجرد أنه عرفنا الأكثر تكرار اللي هو الآي أكيد حنسوي لعملية مطابقة بالأكثر تكرار من ناحية اللغة الآي حاليا أكثر تكرار بالسايفر تيكست والأكثر تكرار من ناحية اللغة هو حرف الآي معناته شنو؟ معناته هذا الآي هو يقابل هذا الآي بمعنى أنه الآي هسه هو السايفر لكاركتر إ بما أنه الآي يأخذ رقم ثمانية والإ رقم أربعة معناته قد مقدار الكي اللي موجود عندي واللي أنا شفرت بي الآي بحيصار عندي ثورتك سايفر آي معناته الكي أربعة فلو جربت هذا الكي حتى استخدمه لعملية الدكربشن أنه أستخدم أربعة باعتبار أيضا إضافة إلى الآي الأكس الأكس أيضا كان تكراره بالمرتبة الثانية بعد الآي معناته الأكس يقابل منه يقابل التكرار الأعلى اللي بعد الإ واللي هو حرف الت فالأكس من تغير من الت إلى الأكس أيضا هو الشفتنغ ما بين الت إلى الأكس هو أربعة فمعناته الكي أربعة اللي مستخدم لتشفير هذا النص وبالفعل لو طبقنا لنفس السايفة كي أربعة رح يرجع لي العبارة اللي لاحظها أمامنا واللي بعد إنه نخلي سبيس ما بين الكلمات نقدر نقراها بسهولة It was disclosed yesterday that several informal but direct contact have been made with political representative of the Congo in Moscow إنه أكو إتصال بسياسيين ما بين مجموعة من الأشخاص تمثلوا بشخص اسم كونغ في موسكو الفكرة إنه العبارة أصبحت مقروعة ومفهومة من تحليل جدا بسيط من خلال التكرار وهذا لحظنا من طبقنا مثال الهلو الدبل إيل ظهرت بنفس السايفر تكس في كل مرة لأنه نفس الكاركتر ككي ديتن استخدامه فلهذا نعتبر السيزر كخوارزمية هي خوارزمية بها نقاط ضعف والدليل للبروت فورس أتاك بسهولة تم تطبيقه وتم كسر الخوارزمية وأيضا للستاتيستيكال أتاك حتى تم تجاوز نقاط الضعف اللي موردة في السيزر أكيد فكر الباحثين بخوارزمية ثانية تحاول أنه تكون أكثر قوة من ناحية الأتاك سواء كان بروت فورس أتاك أو استاتيستيكال أتاك هذه الخوارزمية هي الملتيبليكيتف سايفر الملتيبليكيتف اعتمدت على عملية الضرب بدل من عملية الجمع باستخدام key وأيضا عملية المواد بالنسبة للأن لكن حتى يتم عملية التحقيق ونضمن عملية دكريبتت صحيحة لأن إحنا دنشتغل under modulation معناته أريد الرينج ما للكاركتر يكون ضمن الألفا بيتا ما يتجاوز لمن حضره بالأرقام حتكون أرقام كبيرة وبالنتيجة ماكو كاركتر يمثل هاي الأرقام فاني أثر أنه أسوي موت حتى أرجع ضمن الرينج ما للألفا بيتا وحتى أرجع ضمن الرينج ما للألفا بيتا يحتاج لkey خاص حتى أنفذ عملية الدكريبت قابل الكي اللي أنا استخدمت بعملية الأنكربشن فحتى ننفذ الملتبليكيتف سايفر المفروض أكوتو كونديشن لازم نتحقق منعدها قبل ما نبدي باستخدام هذا الخوار relatively prime with n معنى relatively prime أنه gcd بين الكي والن هو واحد هذا الكونديشن الهدف من عنده حتى أضمن أنه يكون عندي inverse key أوظفه بعملية الدكريبت لو من وجد هذا الانفيرس كي معناته أني ما قدر أحقق عملية الدكريبت صحيحة هذا الانفيرس واللي نسميه modular inverse of key must be found إيجاده يتم عن طريق تطبيق المعادلة الرقم اللي حيمثل الانفيرس المفوض من أضربه بالkey model n يكون واحد لو ما تحققت هذه المعادلة معناته هذا مو الانفيرس لهذا الكي فأبدي أجرب بأرقام ثانية مثل ما هنلاحظ بالمثال فحتشوف أنه الملتبليكيتف سايفر تعتمد على plane ينضرب بkey model n بالمقابل عملية decryption ستكون عندي السايفر مضروب في الانفيرس key الانفيرس key سيتم حسابه من خلال الكي اللي تم استخدامه بعملية الانفيرس وبعد أنه يتم تحقيق التو كونديشنز اللي هما relatively prime و مو دولة الانفيرس بالنسبة للكي فعليا للأرقام من 1 إلى 25 اللي يحقق لهذه الكونديشنز هما اللي دنشوفهم بالتابل أمامنا الأرقام 1 3 5 7 9 إلى 25 هما فقط اللي يكونون relatively prime with n يعني gcd ما بين كل رقم من هذه الأرقام و 26 هو 1 فبالنتيجة حيكون لهم انفيرس خاص بهم فلو أخذنا مثال الواحد ضرب الواحد حيكون عندي 1 مود 26 1 فهذا الواحد gcd إلى و 26 هو 1 فالانفيرس إلى إن وجد واللي هو 1 لأنه مثال آخر اللي هو 3 من أشوف gcd إلى و 26 1 لأنه ما كان عامل مشترك غير الواحد ما بين الثلاثة وبين 26 حتى أحسب الانفيرس إلى المفوض أجرب الأرقام لحد ما يتحقق عندي الكون اللي هو الكي مضروف في الانفيرس اللي خاص بي حيكون عندي 1 ولو نلاحظ الثلاثة ضرب 9 حيكون 27 مود 26 1 وهكذا بالنسبة للباقي الأرقام اللي موجودة عندي في table لكن لو نلاحظ الثلاثنين الثلاثنين أولا gcd إلها وهي 26 not equal to 1 باعتبار أنه أكو عامل مشترك غير الواحد واللي هو الثلاثنين الثلاثنين تقبل القسمة على نفسها و 26 أيضا يقبل القسمة على الثلاثنين فبالنتيجة هذا مو كي صحيح بالنسبة لخوارزمية الملتبلكي سائفر مثال عن هذه الخوارزمية لو كان عندي كلمة hello ونستخدم الكي اللي هو 7 هذا الكي بالبداية يحتاج أشيك gcd إلى 26 هل هو 1 هيكون 9 هو حاليا 1 فأنتقل إلى حساب الـ inverse كي لل7 فأشوف أنه رقم 11 هو اللي حقق لهذه المعادلة 7 في 15 مو 26 حيكون عندي 105 مو 26 1 إذن الـ 15 هو inverse لل7 لو ندخل بالdetails اللي خاصة بحساب الـ inverse كي اللحظة التيبل اللي أمامنا إحنا هنبتدي أريد الـ x اللي أضرب بال7 وأخذ المود وهي 26 يكون عندي 1 هبتدي بقيمة x 1 7 أتمر إلى أن أصل إلى x 14 وأشوف 7 في 14 98 مودي 26 20 أيضا not equal to 1 من أصل إلى x تساوي 15 أضرب 7 في 15 حيكون عندي الأوتبوت 105 مودي 26 واحد معناها معناها الـ 15 هي الـ inverse لل7 فهيتم استخدام الـ 7 ككي لعملية الـ encryption ويتم استخدام الـ 15 اللي هو الـ inverse key لعملية الـ decryption فبعد أنه تم حساب والتأكد من أنه الـ 7 key صحيح وGCD إلى ويا 26 واحد وبعدها تم حساب الـ inverse للـ 7 واللي هو رقمه 15 حنطبق مباشرة الخوارزمية حاخذ كلمة hello أحولها إلى الأرقام اللي تقابلها الـ h7 الـ e4 الـ l ودعش والـ o 14 أضرب كل كاركتر بالـ key اللي هو 7 مودي 26 يرجع لي 23 ولي يتمثل الكاركتر x وهكذا بالنسبة لباقي الكاركتر يلاحظ أنه الـ output x c z z u أيضا الـ l أخذ نفس الـ output كـ cipher لأن إحنا دنستخدم نفس الكي لكل كاركتر ولهذا إحنا دنقول mono الكي واحد لكل كاركتر وفي كل مرة استخدم كاركتر واحد لعملية التشفير يكون عندي كـ input لعملية الدكريبشن هستخدم الكي اللي هو الـ inverse للسبعة واللي هو حاليا حسبنا 15 فحبتدي أخذ أول كاركتر من السايفر اللي هو 7 أبتدي بأول كاركتر من السايفر x اللي هو 23 23 ضرب 15 مودي 26 يكون عندي 7 واللي يمثل الكاركتر h نكمل كل الكاركتر سيكون عندي decrypted message هي كلمة hello مثل ما لاحظنا أنه الملتيبليكيتف حاولت أنه تزيد من الدومان اللي خاص بالكي لكن ما زال الفريكونسي موجود بالأوتبوت ما تجاوزه رغم تعقيد الخوارزمية بدرجة بسيطة مقارنة ويا السيزر سايفر الأفايم سايفر تستخدم pair of keys الكي الأول اللي هو خاص بالملتيبليكيتف والمفروض نحسب لإنبيرس الكي الثاني واللي هو خاص بخوارزمية السيزر واللي هيكون من الواحد للخمسة وعشرين ويجمع ما بين العمليتين يجمع بعملية ضرب وعملية طرح بمعادلة واحدة مثل ملاحظ أمامنا أنه عملية الانكربشن ستكون الكاركتر اللي خاص بالبلين أضربها بالكي 1 واللي هو الكي اللي خاص بخوارزمية الملتيبليكيتف سايفر بعدها هذا الأوتبوت كلاته نرجع نجمع ويا كي اللي هو يمثل الكي اللي خاص بالسيزر اللي هو يكون قيمته من واحد إلى خمسة وعشرين الكي 2 موديل ن لعملية الدكربشن هيكون عندي السايفر كاركتر أطرح من عنده بالبداية الكي لأنه آخر عملية تم تنفيذه هي عملية الجمع دائما بعملية الدكربتد نرجع بترتيب عكسي للخطوات بما أنه آخر عملية هي عملية الجمع فبالبداية أطرح الكي وبعدها أضرب لكن أضرب بالإنذيرس كي المقابل للكي 1 موديل فلو طبقنا الأفاين باستخدام كي اللي هو 7 و2 الاثنين يمثل الكي اللي يتم جمعة وال7 الكي اللي يتم عملية الضرب بي لكلمة hello بالبداية يحتاج أنه أشيك السبعة gcd إلى 26 هل هو 1 حتى أضمن أنه يكون أكو انفيرس بعدها أحسب الانفيرس لل7 واللي هو هيكون 15 نبتدي بالتطبيق من خلال تنفيذ المعادلات نحول كل character إلى أرقام بعدها نبتدي بعملية الضرب وبعدين أجمع ويالكي الثاني واللي هو اثنين أحسب المود ويطلع لي output ويكون عندي z d w w ويلاحظ أيضا ما زال ال w l بياخذ لنفس الشكل بال cypher كل مرة يكون غير character يعني اللي يطلع عندي ب cither غير اللي يطلع عندي multiplicative غير اللي يطلع عندي بال affine بس ما زالوا الاثنين ياخذون نفس الشكل لأنه إذا نستخدم نفس الكي لنفس character لعملية decrypted حيتم التنفيذ بخطوات عكسية نطرح الكي ونضرب بال inverse key الخاص بالسبعة واللي هو رقمه 17 حترجع لي كلمة hello not symbol substitution technique or ciphers do not hide the underlying frequencies طبقنا l-affine طبقنا multiplicative وطبقنا el-sizer على نفس المessage اللي هي كلمة hello وكان بها تكرار حرف l في كل مرة ظهر حرف l مشابه لحرف l الثاني بالمessage بكل الخوارزميات رغم الاختلاف والتنوع اللي موجود وهذا يدل على ضعف هذه الخوارزميات لأنه مقدرة تتجاوز لفريكوانسيز التكرار اللي موجود عندي بال plain text السبب يرجع إلى قلة الكي اللي مستخدم small key domain النتيجة أنه تكون easily broken سهلة الكسر كل خوارزميات المونو تكون سهلة الكسر لأنه هي ما تقدر تتجاوز لفريكوانسيز اللي موجود عندي باللغة إن شاء الله تكون المحاضرة واضحة ومفهومة لجميع طلال العزاء ترجمة نانسي قنقر